وإحنا بنتكلم عن كيفية بناء جسور من التواصل مع الأبناء وكنا بنتكلم معها قبل الموجز عن طريقة التعامل مع الولاد والبنات في سن المراهقة هل بتختلف بين الولاد والبنات؟ في فكرة أن أنا أبني جسور من التواصل معاه أن أنا أخليه أسق فيه؟ الولاد فيه اختلاف في بعض الحاجات مش كله الولاد بيحبوا أو يحسوا خلاص هو أكبر في أقاف مراهقة بيحب يحسوا أنه راجل يعني أدي له احترامه أو يعني إحنا الرجالة عموماً عندها احتيجات الاحتياجات التأدير والإحترام من أهم الاحتياجات للرجل والبنت أهم احتياج عندها هو أن أنا أحترم مشاعرها وهو ما فيش تجاهل المشاعر لأن أنا وتجهلت مشاعرها هي بتعتبر أن أنا وتجهلتها هي شخصياً كلها على بعضها ويرفضها فالولاد حلو أن أنا أدي له حاجات كده أحسسوا يعني لا أنا أريدك معي أنا أريد أخذ رأيك أنت عارف رأيك بيعجبني أنا أوقات أقول لابني أنا ما أدرش أعمل حاجة دي من غيرك يعني أنا مش هعرف أصلا أعملها أنا عايزك أنت تساعدني ولو بنتي مثلا أقول لها بص إسمها بنتي اسمها رحمة أقول لها بص يا رحمة أنا معرفش أودى بالبيت زيك أنت ليك طريقة كده وفنانة فظيعة يعني أنت اختاري أنت اختاري أنت يعملي أنت يقولي لي فالحاجات تتحقق أنا مهمة الحاجات بتاعت أنا مهمة وبابا بيعتبرني بني أدم لقيمة بالنسبة للسوبيان سطف النفس طبعا لا وكمان عارفة بيقلل العناد الولاد أوقات بيعندوا البنات لما إحنا نحسسهم بص أنت زيك زي الكرسي هنا أنت تسمع الكلام ولقونه تعمله وتيجي معايا في الحتة لأنا أقول لك عليها هم بالإيدة يعني أنا هنا بنا آدم مليش أي إيمة فيروحوا بخرجين مشاعرهم دي المؤلمة في صيغة عناد أو تمرد على كل حاجة وأي حاجة تيجي الأم تقول ليه البنتي بتعندني على ولا حاجة على هو صباح الفل لا مش صباح الفل إحنا مش نعالك هنا على طول العناد أنا أشوف إيه اللي واجحها مني أشوف إيه اللي مخلي ابني أو بنتي بتدين قوي كده وقصدين نقرب بعض في البيت بقى صوتنا مثلا جاي بآخر الشارع فدي من الحاجات المهمة أن أنا بحانت استعداد أن أنا لأعلم منك أكبر أكبر منك وخليك أحسسك أن أنت لك لازمة في البيت فدي من الحتياجات الأساسية سواء للبنات أو للصبيع ظهرت في الفترة الأخيرة أستاذ أمل اضطرابات نفسية كثيرة للشباب والبنات بالذات معرفش ليه في الفترة دي بقينا بنسمع كثير قوي عن حاجات كثيرة جدا أمراض أو اضطرابات الألأ مثلا ده أبسطها ده سببه إيه؟ هل إحنا عرفنا معنى الحاجات دي؟ هل إحنا عرفنا معنى التصرفات دي؟ معناها إيه؟ فقدرنا أن نصنفها أن هي اضطراب نفسي ولا ما كناش بنعرها اهتمام ونحط عليها سبوتلايت في العقول هي زادت هو كانت موجودة بس فعلا زادت وبحدة يعني أنا لما بيجين المراهقين لا المراهقين بقدوهم ميول اكتئبية والضطراب الألأ والضطراب اللي هو كل ما هو خاص به إزاي أنا بعمل علاقات والرهاب الاجتماعي يعني إزاي أنا بعمل علاقات وأدخل في حوار أنت ساعد في ده زائد القصوة في التربية بتساعد في ده المشكلة الأكبر بقى اللي بتقابلني مش بس وجود الاضطراب عدم تصديق الأهل لوجود الأكتئاب يعني ويكتو خصوصا الأكتئاب لا أنت ما عندكش حاجة تخليك حزين لا بص إحنا عامين كل حاجة عدم تصديق المراهق لما ابني يقولي أو بنتي يا ماما أنا حاسس أو يا بابا أنا حاسس أن أنا حزين ما ينفعش بأول رد فعلي لي بص أنت تدلع روح شوفي الناس عنده انتكلت فراخ آه انتكلت وشربت وإحنا صارت عليك دم قلبي فيش حاجة اسمها انت حزين أو مكتئب مكتئب دي قولها واحد مرمي في الشارع أنت مرمي في الشارع فالمشكلة في دي الرد الفعل الأول أنا محتاجة أصدق مشاعر ولادي لازم عشان الاكتئاب ما يزيتش أو لو الحزن ما تحولش الاكتئاب ووحدة ومشاعر صعبة مشاعر الترك هو الوحدة من أصعب المشاعر اللي بيعاني بينها المراهقين فأنا محتاجة أصدق ابني أو بنتي الرفض بيخلق الاتراب أكتر يعني بيخلي الاتراب يزيد أكتر والمشكلة تتفاقب وعش كده حالات انتحار كتيرة لو الأهل بيحتووا ده من الأول الموضوع ممكن نعالجه عنده دكتور بس مش هينفع برضه عنده دكتور من غير ما يبقى فيه دعم وسانده من الأب والأم وتزديق المشاعر يعني لازم نحترم مشاعرهم لو قلونا أي حاجة حتى لو احنا شايفين أنه دي مش موجودة مش المفروض تكون موجودة نحترم من المشاعر دي حديك قلت كلمة مهمة قوي أنه حالات فعلا كتيرة قوي بنشوف فيها الأبناء بيكتبوا حتى على مواقع التواصل أنه الأهل كانوا سبب في ده أنا بشجح كل أب وأم من أول ما يبقى عندهم طفل عمره سنة يوم لحد سن المراحقة قايز تكسب ابنك أرجوك أحترم مشاعره ما ترفضهاش حتى لو أنت مش موافق عليها أو مش شايف لها منطق يعني أنت منطقهاش هو حاسس عنده مشاكل هو مع نفسه حاجم دقيقة في المدرسة حاسس بحتياج للحب هو عنده ظروف وهو محتاج احتواء زي ما حضرتك قلت طب ممكن حوار تخيولي كده بين أب وأم وولادهم أنا مثلا هقول أني مثلا ابني جاي يقولي يا ماما أنا حزين فأنا بقدر ما أقوله لا ما فيش حاجة تخليك حزين أقوله احكي لي حبيبي أكتر إيه اللي حاسس بيه وخصوصا مع الصبيان خلي بالكم ما فيش أقوله خليك جامد كده أنت راجل حازين إيه وكلام فقط نسيبه للبنات ما يفعش الجمل دي الراجل بيحس وعنده مشاعر أقوى أوقات بتبقى أقوى من مشاعر البنات بس مش بيعرف يعبر عنها لأنه تكتم فالما بعندي ابني وخصوصا لو ابني حساس بقى ولد كرسة لو الناس بتعامل الراجل الحساس على أنه كرسة ودي مشكلة كبيرة أنه حساس لا أنا عايزين الراجل كده يبقى جديد فأنا ولد تخيل ولد ابني جاي يقول لي يا ماما أنا حزين أنا فهمك يا حبيبي أنا كمان بمر من نوبات حزن أوقات ببقى مش جاي بأخري احكيلي طب يا حبيبي تيجي في حضن شوية وحضني هو مش بقول لي ابني ما ينفعش يجي في حضن ومامته عشان ده لا ما بيقاش ابني ومبلهاش علاقة لكن لا هو محتاج احتواء حكيلي حبيبي حاسس بإيه طيب إيه اللي انت بتفكر فيه أوقات بيبقى عند أم أفكار هي مش منطقية شوية لا أصلا أنا مش عارف هسقط يعني هي كانت عندي بنوتة طلعت الأولى على الإدارة التعليمية اللي هي فيها وكانت بتقولك أنها هسقط يعني كانت هي خايفة آه طلعت لسا بعد تاني ستقولي أنا طلعت الأولى وكانت كل الفترة تبحل ستبقى إحساس أي حد متفوق آه أنا هسقط فأنا كنت بقول لها طب قولي لي لي جات لك الأفكار دي إيه الحاجات اللي بتثبت الأفكار بوسي أنا بقول لها إيه الحاجات اللي بتثبت أفكارك هل أنت سقطت قبل كده هل أنت ما جبتش درجات عالية قبل كده طب حتى لو سقطت تقدر الدعام ده زي الحوار رايح جاي في إيه الأول تصديق للمشاعر واحترامها ومنقشة الأفكار وفيه أن أنا بيينة أن أنا في صفك أنا لا أنا أنت مش قليل في عيني أنت مش هتبقى مش عشان قلت لي أنا هتعبان يبقى أنت هتقل في نظري لأ أنت مهم قوي في نظري واللي أنت بتقوله مهم قوي نسمعهم ونشوف هما بيفكروا إزاي والأهم زي ما لسه أمال قالت هو الإحتواء